علامة جريك جوجل وأبل آلاف التطبيقات العربية التي يتم تحميلها على الهواتف وأجهزة التابلت هذه التطبيقات جذبت اهتمام الناس إلا أن اللافت هو التوجه الجديد لمطوري التطبيقات بإنشاء ألعاب عربية الفكرة والمضمون واللغة في وقت قصير استطاعت بعض هذه الألعاب إثارة الاهتمام بل وتنبأ لها البعض بقدرتها على المنافسة العالمية في حين انتقد البعض قلة عددها وضعف فكرتها وتنفيذها فضلا عن تقليدها لأفكار عالمية ومن الرياض ينضم إلينا مطور الألعاب عمار الشارخ للحديث أكثر عن هذا الموضوع يعني يبدو أنه الآن في إقبال كثير على الألعاب العربية خصوصا على الهواتف الجوالة هل نقدر نقول أنه الألعاب العربية خلاص رح تنافس المحتوى الأجنبي؟ والله هذا اللي نتمنى وجوده أن نشوف أن الألعاب العربية تنتشر بالبداية كسوق محلي ومن ثم نشوفها للعالمية طبعا بحكم أننا سوق ناشئ فأكيد أن العدد والجودة وحتى المحتوى يكون أقل من المحتوى العالم لأنهم سبقين بفترة كبيرة لكن الشيء هذا قاعد نشوفه كل ما لها قاعد تحسه ونشوف الشركات كل ما لها تكثر المحتوى كل ما لها يكون أفضل ونتوقع إن شاء الله سوق بيزدهر إن شاء الله على المستقبل القريب طب إيش المشكلة أنه يكون عندنا ألعاب أكثر والنافس على مستوى عالمي في هذه الألعاب؟ طبعا نتكلم عن ثلاث مشاكل هي رئيسية أول مشكلة عندنا الخبرة فحنا بدينا متأخر في تطوير العاب لما نتكلم في الشركات العالمية بدأ من سنين يعني من تقريبا هنقول الثمانينات وهي في وجود شركات عالمية حنا بدينا متأخر شيء الثاني حنا ما عندنا النقطة الثانية للخبرات فما عندنا الجامعات اللي تخرج كمطوير العاب في عندنا بدت بعض الاشتهادات لكن مو بالعدد الكافي أني أطلع موهبين من الجامعات بعدد كبير والنقطة الثالثة الاستثمارات الاستثمارات حتى الآن قليلة في تطوير العاب وخصوصا لما تقرنينها بالاستثمارات في السوق العالمي طب وكمان البعض يعني بيتكلم على أنه الألعاب العربية يعني أنت تكلمت عن عامل الخبرة وما إلى ذلك والبعض بيقول أنه حتى الألعاب العربية بتبين حتى بدائية وبسيطة جدا يعني حتى التركيز فيها عادة بيكون مثلا على ألعاب المعلومات اللي تقدر تضغط يعني ضغطة واحدة أو اثنين مسألة اختيار فقط بالنسبة لي أشوف أنه شي طبيعي أن الجودة الآن أقل من المتوقع مثل ما قلنا نحن تعودنا نلعب ألعاب عالمية والآن بدينا نحن نطور ألعابنا فما إحنا قادرين نوصل للمستوى العالمي لكن بدينا نشوف شركات وصلت جودتها مثل الجودات الشركات المتوسطة أو المنتج العالمي بالنسبة للأشياء المعلوماتية بالعكس أنا شوف أنه عليها أقبال جدا ممتاز أنه عندنا أنا شوف يعني بشكل عام أنه عندنا في حب للثقافة فكثير المجتمع قاعد يطلب الأشياء الثقافية والأشياء اللي فيها الأسئلة والأجبة فهذا سبب انتشار يعني النوع من الثقافة في مجال الألعاب أيوة كمان فيه نقطة أخرى اللي هو بيركزوا كثير ناس عليها أنه مش بس كافي أنه نحن نترجم المحتوى الأجنبي في الألعاب لا مهم يكون عندنا ألعاب يعني الفكرة والمضمون وكل شيء فيها عربي ليش هذه التركيز على هذه النقطة أيضا؟ بالنسبة لنا يعني الألعاب هي تعتبر ثقافة فأنا لازم أكون في لعبتي أن أصدر على ثقافة كاملة تعبر عن عاداتنا وتقاليدنا عن قيبنا أنا أشوفها مو فقط على مستوى الدول العربية أو مستوى الشرق والأوسط حتى للعالم العالم بحاجة أنه يعني يرى منه الثقافة العربية أو الثقافة الإسلامية فهذا الحين الشيء المهم اللي أديه كم طويلة لعاب أن نصدر الثقافة العربية أو الإسلامية إلى العالم كله وخصوصا أن بعض الثقافات غير مناسبة لثقافاتنا عندك بعض الأشياء التعليمية يعني العالم ما رح يقدروا ينتجون لكيها فعنا من واجبنا أن ننتج المحتوى هذا وخصوصا لما نتكلم عن علعاب الأطفال أو علعاب التعليمية صحيح طب عمار بس سريعا المشكلة عندنا أنه ما في ممول ولا ما في مطور أصلا ولا في وفرة في المطورين بس المشكلة التمويل فقط هو نتكلم عن قلة يعني هو موجود المستثمرين وموجودين المهارات طبعا مطورة العاب وغير مطورة العاب مثل الرسامين المسيقار ومهارات أخرى تصميم المراحل نحن عندنا المهارات وعندنا الاستثمارات لكن جدا قليلة السوق يحتاج مثل ما نقول ضخ أموال أكثر ومحتاجين مهارات أكثر عشان نقدر نغطي السوق بشكل كافي نعم يمكن هذا كمان اللي أنت بكرت عن الحاجة للمجال الدراسي أيضا في هذا الموضوع والجامعات أنه تلتفت إليه كان معنا من الرياض مطور الألعاب عمار الشارخ